طيب أنت كنت كلمت عن أداء فخر العرب صلاح وقلت أنه يعني عادة لينتقم وصل الهدف المائو الخمسين في مسيرته يعني إيه اللي منتظر بقى محمد صلاح مع الفريق ليفر بول بالذات أنه احنا عارفين أنه فيه كلم كتير على أنه هيمشي من ليفر بول في نفس الوقت الجمهور عايزه جداً في نفس الوقت لم يتلقى عروض جدة طليق بمحمد صلاح تفتكر إيه اللي مستنين؟ اللي أنا شايفه أنه لازم يستقر في ليفر بول لازم يعمل التاريخ الكبير الحالة زي ما عملها ميسي في سنين طويلة مع برشلونا زي ما عملها كريسانو رونالدو مع ريل مدريد وبرشلونا قدروا لعبتهم بالتأكيد لا هو ليفر بول يقدر محمد صلاح بشكل كبير بغض نظر عن الاختلافات في كيفية انهاء تجديد التعاقد بالنسبة للمحمد صلاح لكن هو زي ما بنقولها كده بيعزز نفسه لأنه بيقدم عاشف عليهم حقه طبعاً الخلاصة أنه بيقدم عاشف عليهم وفي قلنا مرة في الدوري يمكن الإنجليزي أو الأسباني أو احنا بنشوف أن الأندية دي فعلاً كانت لعيب هو اللي شايلها يعني لما شفنا ماسي ميشي من برشلونا أو كريسانو رونالدو من ريل مدريد شفنا أداء الفرق دي مش زي ما هي ففي نفس الفكرة حنا بنتكلم بمحمد صلاح اللي النهاردة بيبقى مش هنقول بيتقانم بيهو لأنه هو النهاردة أحسن بكتير ففوجة نظرك ليه ممكن ليفر بول ما بيقدرش حاجة زي قيمة وقامة زي محمد صلاح هم في الكرة في إنجلترا بشكل عام بالنسبة لهم اقتصاد قوة والتأثير بالنسبة للمحمد صلاح أنه عايزينه بس أكبر قدر أن نحن بقى كسبانين من وراء مش هو اللي كسبان في مجرد أنه يبقى موجود وبياخد عقد كبير زي نجوم كبيرة كانت بتاخد فلوس وما بتقدمش الكتير زي ميسي مثلا مع بريسان جرمان يدلقتي أنه أحسن لعف العالم في البالندور وتاني أفضل لعف العالم في دابست ومع ذلك ما بيقدمش الكتير إنبابي على سمي المثال أفضل منه محمد صلاح يقدم لكن هم بيعملوها عملية أعرض وطلب إحنا ندي كذا فنفاصل فيها فهتمشي كزاي المهم أنه محمد صلاح بيكسب كويس قوي من ليفر بول بيكسب كمان كاسم مع ليفر بول لأنه خلص بقى في المنظومة وليفر بول دي بقى من الأندية المتقفش على حد لأنه ليفر بول كسب كل ماتشاط لما كان محمد صلاح وساد يوماني في أمم أفريقيا على سبيل المثال ولكن محمد صلاح تأثيره في المباراة الكبيرة طبعا فرق هنا التقل بتاع الأندية بيخلق فرصة يعني هيكون دائما بيقول مثلا فيه لعيب بيستغل الفرصة ولعيب بيستغل أنصاف الفرص لا ده بيخلق الفرصة أصلا بيعمل تقل للهجوم بيخلص كور صعبة جدا أي مهاجم كلاسيكي في الجول بتاع الأمس أمام بيرنلي لا هيسلم لعب لأنه موجود هو عمل عكس حركة قدمي الاتنين المدافعين اللي موجودين وعكس حركة الحارس القرار مع اتخاذه في التوقيت المثالي بيمينه زي شماله الكنترول بتاع الكورة كل حاجة عملها حلوة تدي له كريدت إنه لا أفضل لعب في العالم بدون مجاملة وبدون تحايز إنه نحن كمصريين لعب عن لعب إزاي بيخلص إزاي بيعمل أفضلية لفريقك بمهارتك الفردية وكيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعة والنتيجة بإجابية